نروح لأخبار الأهلي نهارده الفريق اختتم تدريباته وخلاص الفترة اللي جايه يكون فيه أجازة حوالي خمس أيام النهارده قدامكم على الشاشة دي جزء من تدريبات النادي الأهلي الصباحية والنهارده خلاص ده آخر تدريب النهارده لأنه خلال الخمس أيام اللي جايه يكون فيه راحة سلبية لللاعبين بدءا من الغد الأربعة قدامكم على الشاشة جزءهم من التدريبات حسين الشحات وعدد من اللاعبين قدامنا كمان يعني محمد مغربي محمد فخري كمان بيرستاو أليو ديانج يعني أليو ديانج كمان دخل في التدريبات الجماعية لكن بنتكلم على الأجازة شادي حسين كمان هو موجود خمس يام أجازة يعني بنتكلم في الأربع والخميس والجمعة والسبت والحد والفريق يرجع للتدريبات بدءا من يوم الأثنين القادم إن شاء الله طيب كولر كمان بيغادر القاهرة متوجها إلى سويسرا في أجازة قصيرة فرصة قويسة الرجل من ساعة ما جاء يعني مش عايز أقول لكم شهرين طحن مطشاط إفريقية ومحلية وبطولة سوبر فالحمد لله كانت مرحلة أولى نكحة بنسبة مية في المية النهاردة إن شاء الله على عصر أو خلاص منذ لحظات يعني غادر مرسل كولر والجهاز المعاول لي إلى سويسرا لقضاء فترة الأجازة مع أسرهم وإن شاء الله هيعودوا إلى القاهرة لاستيناف التدريبات يوم الأثنين القادم طيب النهاردة كان فيه غياب لمحمود قهربة وعلي لطفي وقدامنا كمان هو ممكن حسيني الشحات ورامي ربيعة شاركوا نهاردة الحمد لله في المران الجماعي كابتن سايد النهاردة اتكلم على إن السنائي قهربة وعلي لطفي غابة عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب إصابتهم بنزلة برد يعني الفترة الحالية زي ما نشايفين فيه إصابات بنزلات برد كتير جدا بالمناسبة يعني حتى في دورة أبطال إفريقيا للسايدات فيه غيابات كتيرة برضو بسبب موضوع نزلات البرد يمكن هما خضعوا الفحوصات طبية ودكتور أحمد أبو عابل قال يعني الحمد لله حالتهم مطمئنة وخلال الأيام القادمة بإذن الله لما الفريق يستاني في تدريباته بنسبة كبيرة هيكونوا موجودين وكمان ألف مليون سلام على الكابتن سامي أمسان كان برضو غياب عن التدريبات الجماعية بسبب نفس الموضوع نزلت برد يمكن برضو كان غياب صافيه قبل كده والنهاردة انتظم فيه التدريبات الجماعية رامي ربيعة وعمر السلية شاركوا فيه التدريبات الجماعية يمكن رامي كان بيشتكي من ألام في عضلات البطن كان فيه شد كده في عضلات البطن لكن الحمد لله يمكن تعافى وأصبح سليم والنهاردة انتظم فيه التدريبات البدنية والجماعية لفريق النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق قال ان ربيع الحمد لله شارك بشكل كويس وقال كمان من السولية يعني الحمد لله خف من اصابة العضلة الامامية كان اشتكى منها في الفترة السابقة لكن يمكن خضع لبرامج تأهيلي واصبح جاهز قدامكم في الماران الحمد لله الاتنين موجودين بشكل كويس جدا مفيش اي مشاكل برونوسافيو ممكن كان برضو عنده الام كده وشعر بنزلة برد الفترة الاخيرة لكن الحمد لله شوفي منها تماما والنهاردة انتظم فيه التدريبات ولكن الفترة اللي فاتت كان بيتمرن في الجيم كان فيه تدريبات كده في الجيم لغاية ما يبدأ يجهز وينزل فيه التدريبات الجماعية بص يا جماعة يعني ان شاء الله بإذن الله قبل يوم الاتنين هتكون السفوف مكتملة فيما عدا محمود متولي اللي اصيب مع منتخبنا الوطني في بداية التدريبات بشد في العدل الخلفية ودي بتطرح سؤال كبير جدا فرق البرامج التدريبية ما بين الاهل والمنتخب اعتقد المنتخب لازم يعرف تدريبات الاهل والمراحل البدنية للتدريبات البدنية لللاعيبة عشان لما ينضم اللاعب للمنتخب لازم يكون وفق برنامج معين ما ينزلش يخصش في المطحنة كده من غير ما يشوف برنامجه التدريبي مع النادي كان عامل ازاي وياسر ابراهيم شعر باجهاد فبالتالي مش هيكون موجود كمان في تدريبات المنتخب